عمر سلامة مخرج مختلف زي ما قلت في المقدمة وعشان الاختلاف أنا مش هعمل مقدمة ورحب على طول بعمر سلامة أهلا بيك يا عمر مسي يا سيدا شافكي جدا يعني أنا بجد مبسوطة أن إحنا أنت تكون معنا في تساعة ونحنا ناخد وندي في مجموعة من الأفلام والأفكار أنا دايما بشوف أنه إحنا كمصريين محظوظين السينما تاريخ قديم شفنا عمالقة المخرجين أخدونا ودونا وقدموا مصر وتاريخها وحياتنا الاجتماعية وطلعوا إحنا دلوقتي بنعيش حقبة مختلفة تماما يعني لما شوف فيلم لعمر سلامة وأنا في الحقبة اللي أنا فيها في الألفنات وأشوف حاجة قديمة أوي هل سأدقي الزمن تغير طبعا أعتقد إحنا في حقبة زي ما حديك قلت مصيرة للاهتمام جدا لأنه إحنا بنشوف سوق جديد وتفاصيل تقنية جديدة ونوع قصص جديدة ولما ببص زي حضرتك كده وما بجأة بص على الأفلام اللي بجأة بكتشف قد إيه كان فيها أفلام فعلا ما تتعملش النهاردة من كتر ما هي إما معقدة تقنية إما جريئة جدا إما فيها حرفة فنية تبدو بلينا بسيطة جدا صح بس تقنية حتى ككتاب مش قصدي بس ككاميرات واستخدام معدات بس قصدي حتى نوع الكتابة نفسه كان نوع زكي جدا يعني بس إحنا دلوقتي برضو أنا مش من خطاب مش بحب الخطاب الرومانسي بتاع إن زمان كان حلو دلوقتي وحش لأ دلوقتي فيه برضو حاجات مهمة جدا بتحصل وعالميا إحنا بنشوف قد إيه السينما بتاعتنا بدأت تظهر عالميا بشكل كويس وثانيا شايف إن فيه مواهب دلوقتي فعلا قادرة إنها تعمل حياة كتير جدا وعلى المستوى التجاري الأفلام المصرية خصوصا في آخر سنتين بدأت تعمل أرقام كويسة جدا طيب خلينا ناخد المسألة واحدة واحدة عشان إيه ما تجريش بينا خلينا أطرح عليك سؤال كده واشوف دمائك رايحة فين يعني زمان لما كنا السينما زمان أو المخرجين زمان خلينا كلام ما بين الخمسينات والستينات تحديدا اللي هي مرحلة الروايات اللي هو المخرج يحط رجل على رجل ويختار يترع حلعب في رواية يوسف السباعي ولا مع الحفظ الأرقاب ولا أحسن عبد القدوس ولا يوسف إدريس ولا هروح لنجيب محفوظ فتلاقي مشواره إبداع يعني خصيات حقيقية لحمة ودم وأبعاد وما عليه إلى طبعا وده مجهود كبير طبعا تحويل سيناريو بس في قيمة هو بدء منها هل ده كان قد إيه بيساعدهم ولا أنت دلوقتي أنت كمخرج حر لأن أنت اللي بتصنع الموضوع تصنع الحكاية تاخد تأثير المجتمع وهدين يخرج شكل الفيلم شايف ده إزاي وده إزاي لا طبعا أنا بحسدهم على ده كان عندهم كنز من الروايات ومن الأدب مرعب الفترة يعني مثلا هقول تفصيلها صغيرة جدا أستاذ عاطف الطيب بابوس قريب عمل كم فيلم في مشواره القصير فعمل أكتر من 20 فيلم في 10 سنين إزاي اللي يعمل كل ده طبعا أستاذ فاطين عبدالله بابوس برضو لقيته بيتكلم أنه عمل حاجة و50 فيلم في 20 سنة يعني بمعدل في السنة في المين ونص فزاي موخت كان عنده كمية السيناريوهات الكويسة اللي يقدر يعمل فيها العدد ده فزمان برضو لأنه أستاذ عاطف الطيب كان موجود وقتها مين بيكتب فطاح الأستاذ وحيد حامد وأستاذ بشديك أستاذ موحسن زايد وهكذا في الزمان كان فيه فكرة أن أنا أخش مكتبة يعني أنا أبحثت مخرجين وصنواها على السينما بتوقع الفترة دي أنه يخش مكتبة شايف هذا الكم الرهيب من الروايات اللي مش بس روايات حلوة على فكرة وفي دوقتي فيه روايات حلوة بس هي الروايات حلوة ملأمة أنها تبقى سينمائية ملأمة أنها انتجية تنفذ وبتلمس حاجة الناس حساها دلوقتي بس هي وقتها هم اللي خلوهم تبقى ملأمة صح في حاجات كده يعني أنت عندك روايات تقول هو إدري حاولها زي روايات صعبة لسه على فكرة كنا بنحتفل بذكرى المخرج حسين كمال حسين كمال لوحده عامل كمية من الروايات أبدع من كده ومتبينة يعني أنت بتشوف فيلم مثلا لشيء من الخوف وبعدين تروح تشوف أبي فوق الشجر مثلا يعني قدئي مختلفين أعتقد هي مشكلة لو هبقى صريح جدا هي مشكلة تأسيس المبدأ نفسه بصراحة الناس اللي احنا بنتكلم عليهم دول اللي هم نجيب محفوظ يوسف السباعي حسينها القدوس توفيه الحكيم اللي هنقض نقول 17 اسم الأسامة دي اتعلمت ازاي وتشكلت ازاي في عصر أصلا قبل الخمسينات والستينات كانوا في العشينات والثلاثينيات كانوا بيتأسسوا ازاي كان ايه نوع الثقافة اللي بياخدوها كان ايه نوع التعليم اللي بياخدوه كان ايه نوع الفكر اللي بيتبلور فيهم كان ايه الحدث العالمي اللي مقصها على شخصيتهم فخلق بني قدمين مبدعين قدرين يطلعوننا الأعمال الإبداعية دي لما ديجي نقرن ده بالأدباء أو سماع السينما دلوقتي وانا بشرك نفسي في المعادلة احنا تربنا ازاي وتعلمنا ازاي وايه نوع التعليم اللي دخل لنا والثقافة دخلت لنا بالتأكيد مش مشابهة اي واحد فينا هنطلع هنطلع يعني ومشتين يعني حاجة تانية طيب خليني نروح عند عمر سلامة عمر سلامة يعني انت خليك تجارة وما روحتش مثلا رغم ان انت دايما تقول انا بعشة الفن وموهوب بس ما قدرتش تقف قدام طيار الاهل وتقول انا حدخل معهد السينما مثلا صح او انا عايز ابقى مخرج صح ما قدرتش تعمل ده ما قدرتش عامده وما كنتش عايز معهد السينما ساعتها كنت ساعتها حلمي كبير ان انا اخش فنون جميلة لان انا كنت مشغول جدا بالافلام الكارتون والثلاثيات الابعاد اللي هي 3D animation يعني وكنت مهتمة قوي نعمل افلام كارتون وكنت شايف ان دي حاجة مش موجودة في مصر زي وقتها كنت منبهر جدا بتجربة شركة اسمها بيكسار اللي عملت توي ستوري قصة لعبة او شرك او كده فكنت نفسي اتعلم قوي الانيميشن واهلي رفضوا تماما مش فاهمين ايه ده اصلا فجزء ضغط جزء رشاوي من ابويا جزء حاجات كتير فقمت مكررت ايه قلت خلاص انا اتعلمها لوحدي وحتى وقتها كان لسه مفيش اصلا العلم ده او الصناعة دي موجودة في مصر اول مكتبش لسه موجودة فعملتها بشكل بقى بنفسي انا اللي بشوف بجيب الكتب اللي بيدرسوها برا واعلمها لنفسي وهكذا واضطريت حتى اعلم نفسي انجليزي عشان اعرف اقرأ الكتب دي واتعلم كده وبعد كده اخدتني شوية بشوية للسينما لحد ما تعلمت الكل حاجة عارس تعلمها بنفسي اشوف الناس دي بتتذاكر من اي كتب برا في جماعاتهم برا فعمل زيها فزاكرت نفس المذاكرة دي فانا اوه ما دخلتش معهد او اكاديمية بس انا بتدعي دايما وبرهنك دايما ان انا زاكرت مذاكرة اضعف اللي كان محتاج يخش امتحى اللي هي فكرة الموهوب الباحث طول الوقت الباحث انا ما اضعش أدعي أن أنا مهوب بس أقدر أدعي أن أنا مجتهد في أن أنا علمت نفسي بأكتر شكل أنا شايفه هيفني لأن خدي بلك هو زي ما كنا بنتكلم على الأدباء والفنانين هو الأهم من أنك تتعلم حرفة أنك هتقول إيه بالحرفة فأنت هتبقى أمين هتبقى أمين هتبقى أمين وإدماغك إيه عشان تطلع ده طيب أنا أنا دايما بشوف عندك أن أنت لما بص على أفلامك يعني أنا خليني كده كمشاهدة يعني أنا مشاهدة أو متلقي لما بص على أفلامك ساعات أحس أنها قريبة جدا ولطيفة ساعات أحس أنها في شوية غربة وساعات أحس برضو أن هي فيها رأي مختلف ولهي فكرة أن أنا لازم أحترم المخرج ده ده ما عنده حاجة مختلفة هل اللي أنت قلته ده والعبكة الطفولة دي خلاك تروح كتير عند المؤخذة وتروح عند بره المنهج يعني الفيلمين دول تحديدا هو دايما الواحد الجملة اللي عطوم لما أي حد يقوله أنت عايز تعلم سينما بقوله أهم حاجة أنت هتقدم إيه جديد للدنيا العالم الناس أنت بقى عندك قدرة خارقة أنك تكلم مئات الألاف أو الملايين من الناس هتقولهم إيه جديد فأنا طول الوقت مشغول بفكرة الجديد أو أنا مش عايز أختلف وخلاص لورد اللي اختلف بس لو حاس أن أنا هعمل مشروع هيقول نفس اللي تقلقى بلجده طب أنا هعمله ديه أنا عايز ألاقي حاجة جديدة أقولها بوادماغي يعني هل التفكير بيبدأ عندك من النقطة دي أنا هعمل حاجة مختلفة ولا أنت بتعمل حاجة فتطلع بالصدفة مختلفة اللي اتنين اللي اتنين فيه أوقات كتير جدا أعايز أشتغل على مشروع هجبني بس أحس أنه مفيه حاجة مهمة تتقل فلإما لقيله حاجة يا إما هحس أنه مش محرقني كمخرج فيه أوقات كتير جدا حاجات عندي لغرض المتعة بس بس بحس أن أنا مش عايز أتخرج لغرض المتعة بس إلا لما يكون فيها حتى وجهة نظر مجديدة أنا بشوف شخصية جديدة ما بحست ناس ما بحستهاش قبل كتا فهو الأهم عندي اللي شغلني أن أنا إزاي أعمل مشروع جديد علي وجديد في اللي بيترحه وأنا أتعلم منه حاجة جديدة عن الدنيا لو المشروع خرجت منه أنا نفس الإنسان اللي قبل ما يخشه أنا ما اتطورتش فلازم أخش في حتة تعلم وتطلع بحاجة مختلفة بالزبط علاقتك ببابك عاملت إزاي أنا دايما أشوف الأب موجود في أفلامك بشكل كبير يعني فدائما أحس كده أنه في حاجة فالعلاقة إيه هو أنا أبويا أبويا فعلا كان أطيب إنسان في العالم وكان شخص كأنه طفل بتاعنا مش أبونا من كتر ما هو كان طيب الله رحمه بس أنا الأب لقيت نفسي أنا بالصدفة بعد ما بأتفرج على أفلام أفلام اللي عاملها لقيت أن الأب يا أمي مش موجود يا أمي تأثيره سلبي يا أمي فقلت ليه أنا الموضوع ده بيتكرر في أفلامي مع إن أبويا كان علاقتي بي كويسة جدا وكان طيب جدا عشان كده بس ألك السبب بالضبط وأعتقد قريب بدأت أدرك إن الأب في أفلامي أعتقد مش بيرموس بس لأبويا للأب الحقيقي هو بيرموس لكل فكرة أو كل كيان كان بالنسبة لك بيحميك أو بيعلمك أو رمز أو سند فكرة السند بالضبط فهو أنا حاسس كإنسان عامة أن أنا بقت الأبائي جوا دماغي مش الأبائي اللي هو أبويا الحقيقي أبويا الحقيقي اللي أطبعا بحبه بس الرموز اللي يمكن أمنت بيها وخزلتني الناس اللي أثرت فيها واكتشفت أن أنا تخطيت تأثيرهم علي فالأب هنا هو أب فكري أكتر ما هو أبويا الحقيقي طيب يعني لما أخذ ركز قوي على غياب الأب أنت دايماً بتحس زي لو أنا هاخد من الكلام منك هي فكرة إنه السند مهمة قوي وبذلك الشخصية العربية مبنية على السند يعني دايماً دايماً في حد في دهراء أو هي بتتربى بشكل إن هي محتاجة لحد ده عشان كده لما بنكبر وبنطلع بره السجن ده وتلاقي نفسك قادر تعمل حاجات كتير تقول ألا أنا قادر لوحدي صح يعني صحيحنا إحنا مخزوننا بنعشق السند صح ده شيء طبيعي والله حتى الحد النهاردة ما بحسش إن أنا قادر لوحدي بحس إن أنا عايزة تسند على حتى لو فكرة حتى لو إيمان معين محركك بس طول الوقت أنت محتاج حاجة تتسند عليها يمكن أنا وأنا طفل كان عندي فقرة في حياتي ما كانتش طويلة بس كانت مؤسرة أوي في طفولتي هي فكرة إن أبويا في الخليج بيشتغل وإحنا هنا في القهيرة الفترة دي حسيت بوحدة ضخمة بافتكرها لحد النهاردة يمكن عندي من وانا عندي 10 إلى 13 سنة فاكرها فكرة إن أنا مستاني بابا ييجي في السفر عشان أشوفه كام يوم وبعد كده يسافر تاني ففاكرة دي الفترة دي كانت مؤسرة في حياتي إن بابا مش موجود وعشان كده طول الوقت حتى وأنا بكتب حاجة عايزة تعطف مع شخصيتها بخليه وحيد أو ما عندهوش أب أو يتيم لإني بحس قد إيه فكرة عدم وجوده الأب دي مؤسرة طبعا وأنا فاكر جدا وبالذات في سنوات معينة صح يعني عارف أنا عندي تجربة طبعا يعني رحيل ممدوح عبدالعليم وبنتي صغيرة بس هي عاشت معايا لحد 17 سنة أنا كنت دايما بجاوب على الكلام اللي أنت بتقوله بقولها أنت أخدتي فترة هائلة وسابك آه وانت 17 سنة بسابك مخزون ممكن ما يتعودش بالعمر كله صح يعني دي كانت الإجابة اللي عندي هايزة أقول لحضرتك يمكن ده بره موضوعنا شوية بس هي حاجة فكرة أصرت فيها جدا بعد وفاة والدي أنا والدي توفى من كم سنة كان عندي يمكن 35 أو 36 سنة فدخلت في سؤال فلسافي بيني وبين نفسي وفاكر كان ليا صديق مقرب والده توفى وهو في سن 17 وفاكر قد دي وقتها كان كنا متضايقين له قوي يعني بابا توفى في سن ده وعين لما والدي توفى حسيت هو أنهي الأصعب أن أنت تفقده هنا ولا هنا لأنه أنا لما فقدت وأنا عندي 35 سنة كنت فقدت مش بس أب أنا فقدت أب وطفل لأنه تحول لإبني أنا باخد بالي منه سحيح أو سحيح راح لمرحلة تانية وصلت محالة أن أنا بخبي منه السجير وبقوله ما تاكلش ده وبتاعت والآن عليه طول الوقت فبقى تحاول طفل مش أب وساعت أتحق عليه عشان أهديه فحسيت أنه هل الخسارة بعد 35 أصعب ولا الخسارة بعد 17 أصعب بس أعتقد أن هي صعبة في كل الأعمار بأشكال مختلفة أكيد الأب مهم والسنة تجيب لما أخذ فيلم الأطفال وأخذ منك وقت وشوية كنت خايف تدخل تعمله ولا ما عملوش خايف الناس تحكم عليك تقول ده مخرج الأطفال الفيلم ده أبطاله أطفال ويعني نجح بشكل كبير جدا كنت متوقع النجاح ده لا طبعا خالص أنا أفاكر قبل ما أخش التصوير الفيلم بيوم كلمت صديق ليا قلت لنا أنا أفاكر مرحش تصوير بكرة وحرام إن المنتج يصرف فلوس ويخسارها ومين هيشوف فيلم بطل وأطفال وبحكي فيه قصة شخصية قوي عني وكذا فقال لي لا أروح أعمله بطبع أنت بتحب الفيلم أعمله كده والناس ده مؤامنا بالفيلم فوقت أتصوي بالفيلم وإحنا بنعمله وأنا أحس أن أنا يعني فيه مخاوف طول الوقت إن الفيلم ده مش هتشاف وإن أنا بضيع عمري وبضيع اسمي حتى كان بخرج لما الفيلم ما يجابش فلوس خالص وسبحان الله لما نزل جاب فلوس أكتر بكتير وقتها من أفلام أبطالها عمرك بسألت ليه جاب الفلوس دي فيه تفسيرات كتير بس مبتبيش عارف أني فيها الحقيقي هل لأن الفيلم حبوه الأطفال جدا والأسر هل لأن الكوميديا فيه كات جديدة هل لأنه الناس شافت فيه جزء حقيقي ما بيتقلش كتير في الأفلام التانية ولهذا السبب على فكة بالذات الجزء الحقيقي ده الفيلم ده ترفض في الرقابة خمس سنين يعني حتى خمس سينة قدمت تأخر كتير سبع مرات بأسامي مختلفة السيناريو ويترفض 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 لأنه هو دايما فيه خوف من أنه نقول حاجة ممكن تبقى حقيقية وتزعل حد فالفيلم خد وقت كتير جدا لحد ما شاف النور ولما شاف النور ما زعلش أي حد الحمد لله بسأقول لك تفسيري أنا وقتها ليه هو العيلة المصرية يعني الأسرة العادية اللي هي فكرة الأسرة دايما طول الوقت بتدور على فيلم تروح به طبعا تاخد ولادها وتروح في العالم كله أب خصوصا الأم طبعا احترام للأب بأكف ولكن الأم دايما بتبقى تقول الفيلم ده ممكن الولاد يشوفوا صح أو ممكن نروح نروح ليه فممكن ده جزء اللي هي الأب والأم بيختاروا أحيانا اللي يسعد ولادهم وإحنا كعيلة مصرية بنحب قوي سعادة ولادنا أحيانا أكتر مننا صح فده جزء من النجاح يعني هما العيلة راحت طبعا الشكل العائلي دايما دايما بيبقى حاجة جزابة للأفلام وحتى بره الفيلم العائلي الملائم للأسرة بيبقى فرصه في النجاح التجاري أعلى بكتير من الأفلام العادي المرأة عندك في أفلامك لأ ليها وجود وليها احترام وليها انتصار صح أنت كنت قاصد الانتصار دا للمرأة طول الوقت مية في المية برضو دي من الحاجات لأ هاخد الإجابة بعد الفصل مش الانتصار للمرأة مية في المية ده السؤال اللي أنا لازم هعرفه مهما كان الاختلاف عمر سلامة مش مخرج عادي يختار ممثل وممكن يعيش معه كتير كمان زي مجد الكدواني ثلاث أفلام وارا بعد هو مفيش ممثلين تانين أكيد في إجابة تانية مختلفة بعد الفصل المخرج عمر سلامة السينما دايما حالة مبهرة أنا هكمل معاك الحوار مخرج عمر سلامة برا المنهج يعني عايز أسأل أسئلة كتير فسألتك قبل الفصل كنا منتكلم عن انتصاراتك للمرأة كلمني كده زي ما كلمت عن والدي لازم أتكلم عن والديتي عشان ما تضربش للمروح فماما كانت بالذات في الفترة اللي كان بحكي فيها أن والدي ما كانش موجود كنت شايف قد إيه بطلة العالم بطلة العالم هي قدرت وأمي لحد النهاردة بسم الله إن شاء الله أنا وبنادي تلطة العمر بطلة العالم أمي النهاردة بكلمها كانت لسا تعبانة وفي المستشفى طلعة لازم تخلص فيها كرنين نيدي ولازم توحيها الشهر العقاري يعني أمي شخصية قوية جدا وحتى ما نحن صغيرين لما والدي ما كانش موجود كانت أب وأمه مديرة ونظرة في البيت وكل حاجة وهي كانت مدرسة وفي المجال التعليمي عامة فهي كانت عندها قوة المدرسة السبات وقدرت البيت والولاد لا أنا في البيت ما كنتش بتعقب أنا كنت بتذنب جب التلفزيون يعني قصدي أنا كأننا في مدرسة جوة البيت برضو فولدتي كانت ست والحمد لله لسه يعني ست قوية جدا وعندها شخصية جدا ومتابعة لكل الشأن العام وليدر يعني قائدة في نفسها جدا فهي أنا متأثر جدا بمثال والدتي وحتى في حياتي الشخصية زوجتي برضو عندها نفس الصفات اتجوزت بفكرة أنه أنا عايز الصورة دي مش اللي هو شبه ماما بس صفات ماما ما كنتش قصيدها بس طول عمي بنبهر بستة قوية أنا عمي ما انبهرت بالستة اللي هي ماسكة في بنتانون الراجل زي ما بقول أو بتبص من شباك الراجل أو بالضبط بتبص بعينه ومن شباكه فهي الستة القوية دايما بتبهرني في الحياة وعشان كده حتى لما بكتب عمي معي فتكتب شخصية البنت الهابلة أو التفهة منكسرة أو الضعيفة عشان كده احنا بنتبسط من الأفلام منتصر للمرأة القوية لأن المرأة القوية هي اللي بتقدر تصنع أسرة تصنع مجتمع تسند تقف والأهم إنها تصنع أسرة عشان أنا يعني فكرة كولابة الستة في إنها مسؤولة بس عن الأسرة دي شيء طول عمره أنا بالنسبة لي مش هو ده شغلني أنا شغلني الستة اللي تقدر تقف قدام المجتمع عامة وعشان كده يمكن عملت فيلم أسماء عارف فكرة التعليم القديم اللي هو دراتي موجود اللي أنا أبكرهه الصورة النمطية بتاعت أمي تطبخ في المطبخ أختي تساعد أمي وأبي يجلس في الحديقة وأخي يلعب فالصورة دي السورة الست يعني كانت مالكة فرعونية والحد النهاردة إحنا بنشوف بلاد بتتقدم إزاي وقوية إزاي والرئيسة سيدة وبنشوف في العلم وفي كل حاجة فلما خدوا تكافؤ فرص فعلا حقيقي شايفين الستة إزاي قادرة تعمل كل شيء يعني بقى الموضوع يدحك لو لسه فيه نمطية بتاعت إن الستة مكانها البيت وتربية الأولاد والمطبخ وأنها مكو جيش ده اللي إنت شحنت بيه هند صبري في أسماء لأنه هند صبري كانت قوية هي قوية كموسلة موسلة هيلة بس أسود كمان كان فيه قوة في الأداء رغم الضعف رغم المرض رغم القصة كانت حلوة والموضوع حلو وهند كمان وصلته بقوة يعني بثبات كده أنا فكر أنا أصلا عملت الفيلم ده بسبب أن أنا سمعت قصة الستة الحقيقية وانبهرت بقوتها وفكر أول ما سمعت القصة الحقيقية أول ما فيه طيقة كده عندي أو عند المخيين كلهم أنه يقرى الفيلم ويتخيل الفيلم كده تفاجع الفيلم في دماغه بموسلات كتير يشوف مين اللي هيوحلها ففاكر أن أنا أول موسلة جات في دماغي كدهند صبري وقابلتها كناش لسا نعرف بعض خالص كنتش لسا حتى أخرجت أول فيلم ليا وقلت لها فيه يوم الأيام هقعد عليك فيلم اسمه أسمي وبعد سنين قابلتها وكتبت الفيلم وديتهولها فجات قاعدت معي قلت لي أنا ليه قلت لها أنا أنا لما تخيلت موسلين كتير أول ما شفت شكلك وأنتي واقفة قدام ناس كتير وبتهبي فيهم بتواجهي بتواجهي وبتاخدي حقك شفتك أليأ حد في دماغي ودي من المرات القليلة اللي في حياة المخرج إنه هو أو الكاتب إنه هو أول موسل اللي يتخيله هو أول موسل الفاعل اللي يلعب الدور وهي أول مرة قررت الفيلم قلت لي الفيلم ده بتاعي 100% ويلا نعمله وخدنا رحلة طويلة عشان نعمله وهند شخصية يعني أظن حتى بقى واضح في الفترة الأخيرة قد إيه هي شخصية قوية طبعا هي شخصية قوية بس في نفس وقت عندها قلب ودي الحاجة اللي مش سهلة صحيح فيه ناس كتير جدا أقوية بس ما عندهم مش قلب لا طبعا هند قوية وعندها قلب وعندها مشروع هي ماشي قرب طيب أسماء تحديدا من الأفلام اللي عندك اللي خدت جواز وكانت موجودة في مهرجانات كنت سعيد لأنك قدرت تعمل فيلم تحقق فيه برضو المرأة قوتها وكمان تخطب بيه العالم في أي مهرجان فيلم مفهوم فيلم ريسالة يعني أنا لحد النهاردة كل ما حد مثلا أمريكاني أو من أي حتة في العالم بره للعالم العربي يقولي عايز أشوف لك حاجة من أعمالك ببعث له فيلم أسماء اللي أنا عامله من 12 سنة دلوقتي لأنه أكتر فيلم أنا شخصية فخور بي وأكتر فيلم عالمي فيه لغة عالمية جدا وأنا شفت تأثيره على الجمهور العالمي لأنا بسافر مع كل أفلامي مهرجانات في العالم أسماء هو أكتر فيلم عمل التأثير ده يعني أنا عاطف فعلا سافرت بيه ست كرات وفي ست كرات كنت بشوف ردودة فعل إزاي متأثرة بالفيلم والحد دلوقتي على فكرة أنا بحاول عيد تجربة أسماء تاني وتفايدة فيها يمكن حاجات أنا شايفة كنت ممكن أعملها أحسن فيه ففيلم أسماء تواصل مع العالم كله واخدت عليه جواز تعيد الفكرة أو الموضوع أو القوة عند المرأة ولا حاجة تانية لا أعيد فكرة اللي بيسموها أنها تبقى يونيفورسل أو مش عالمية بمعنى أنها تنجح النجاح عالمي بس قصدي معناها أنه أي واحد في أي حتة في العالم يقدر يتفرج عليه يتأثر بنفس الموضوع اللي هو موضوع إنساني بالزبط موضوع إنساني يوصل للعالم كله بالزبط مجد الكتوين مفيش ممثلين في مصر تلت أفلام ولا ده يعني قمة الاندماج وإنك زي ما شفت هند في ده فشفت طبعا مجد كتويني ممثل عبقري بس أنا أقصد إنك شفته في الثلاث أفلام مش لازم أشوفه بقى مجد أنا ممكن أغير السيناريو عشان يليق على مجد يعني ممكن أغير الشخصية اللي في خيالي عشان تليق على مجد ومجد بالمناسبة يمكن في الثلاث أفلام أقولها إزاي مش هو الشخص الاختياري الواضح للدور اللي أنا كتبه بس أنا بشوف إزاي الدور يليق لمجد من كتر ما مجد إضافة أنا محتاجها وبتشعب هو أثر عليه كممثل نقدر نقول يعني هو كممثل هو اللي بيستدعيك إنك تكتب له أحيانا من قوته أو من أداه لأنه هو مشهد من مجد الكدواني بيعمل فيلم طبعا أنا حتى الفيلم إن شاء الله قادم أنا كلمت مجد قلت له قرأ وشوف عايز تعملي يعني شيخ جاكسون بالمناسبة الدور كان عن بطل ملاكمة وصاحب صالة ألعاب الرياضية ومفوض إنه ضخم فكلمت مجد قلت له أنا نفسك في حاجة في الفيلم بقولك يتعاني غير الدور ونعمله إنت من كتر ما هو أنا عارف إن أنا تسنت على موهبة هتعرف ترفع لي الفيلم واتعرف ترفع لي جودة التمثيل عمتا في الفيلم مجد مش بس بممثل كويس مجد بيخلي اللي يمثل قدامه يمثل كويس يا حقيقة يا حقيقة شيخ جاكسون كان فيه قضية مرفوعة عليك صح وإنت عملت مع هذا زي أنا في الأول كنت فاكرا إن الموضوع هيعدي مرور الكرام حاجة عادية وتعدي متوقع إن مجرد محامي ما وفع قضية قلت أكيد أو وفع يعني بلاغ للنائب العام ما توقعش الموضوع يعني هياخد اهتمام خالص وفجأت إنه أخد اهتمام وتم تحقيق معي فعلا يمكن لمدة 3-4 ساعات في مكتب النائب العام وفي أول التحية أنا كنت فاكر الموضوع برضو هيمر مرور الكرام لقيت الأسئلة فعلا جدية جدا ولقيت الموضوع كبير وأنا كنت مخطوض أعتقد على مدار الأربع الساعات على آخرهم وكيل النيابة نفسه اللي كان بيحقق معي هو تفهم جدا إن الموضوع مبالغ فيه وملوش معنا وحتى لقيته في آخر مع إنه كان بادئ بداية جد جدا على آخر الأربع الساعات كان بالعكس متفهم جدا وتعامل معي بشكل جيد جدا لأنه أنا لحد دلوقتي متفاجئ من فكرة إنه ممكن أي حد بلا أي صفة يوح يرفع قضية بهذا الحجم كانت ساعتها صدراء أديان أو حاجة كده يرفع قضية بهذا الحجم وتتاخد بجدية من شخص مروش صفة خالص وللأسف ساعات كتير ده بيبقى مش عايزة أحكم على رغم أنه كان عندك تصريح رقابة وكان في عرض عام وكل ده ولكن برضو يعني حصل محدش تدايق يعني لحد دلوقتي الفيلم بيتعرض في السينيمات وكل في التلفزيون والناس بتشوفوا أونلاين وكل حاجة ومحدش بيتدايق خالص وإلى مؤاخذة نفس الكلام محدش تدايق خالص هو بيبقى فيه تخوف هي فكرة الأفكار وفكرة إنه فيه حاجات مناطق بيبقى فيه خوف الاقتراب منها إنه لأ هتعمل مشكلة لأ بلاش لأ خليها مقفولة على نفسها زي ما بنقول يعني فربما دي كانت فيه وقتها نظرية النعامة يعني نظرية إنه إحنا طول ما إحنا بنتكلمش على المشكلة يبقى هي مش موجودة فهو عملي ما فيه أي مجتمع تطور لقدام من غير ما يناقش بشجاعة كل شيء ويوصل في الآخر حتى على فكرة لو أنا قلت فكرة وحشة ده لما أنت بتقعد تكتب. يعني لأن أنت كمان بتكتب فإنت بتكتب. أفعند تكتب وبتتكتب وأنت شايف أنت بتكتب لمين يعني أحيانا كلنا نقول لا أريد أن أعمل فيلم تجاري أريد أن أعمل فيلم للشباب أريد أن أعمل فيلم للأطفال فإنت بتقعد تكتب مين اللي بيكونوا بلك خيالك إنك شايفهم بسي S. هيعجبهم مين دول؟ أمين النوعيات؟ أنا بشكوك جداً على السؤال ده فعلاً لأن دي أكبر معاناة عندي شخصيين وأنا بكتب وخصوصاً لما أتكلم مع أي حد بره منطقتنا ألاقي مهمته أسهل من مهمتي بكتير هو بيكتب ببساطة لجمهور ونقاط لممثل، لمنتج، مفهومة بيكتب لصناعته و لجمهوره إحنا هنا مش منكتب بجول بس دايما كنا نعيب قوي على أفلام العيد يقولك بيلعبوا على العادية يعني اللي هو عايزين العادية من الولد الكسيب ده مش مهم الفيلم في إيه؟ وهم ما يجيب الولد ده السينما حلو، بس أنا هنا بكتب هو وضح جداً أنه بيكتب الجمهور معين قصدهم جميل؟ أنا مش بكتب بس الجمهور أنا بكتب، أنا عندي مجلس إدارة في دماغي وأنا بكتب كل مشهد مجلس إدارة ده في الجمهور، في المنتج، في الممثل في التكلفة مش بس دول، دول عادي في الرقابة في المؤسسات الدينية في المتطرفين الدينيين في الشباب اللي على تويتر في أمي وبتعرف تعدي من دول كلهم؟ ما هو تخيالي بقى أنك تطلعي جملة كل دول هي وفق عليها يعني قصدي لأن أنت ممكن تبقى الرقابة توافق زي ما حصل في الشيخ جاكسون ويطلع لك محامي يقولك أنت بتصدري أديان أو يطلع المنتج يقولك الكلام ده ما يبيعش يا باشا على فكة ده أنا متفهمه دي صنعه فأنا متفهم من المنتج ده يبقى رأيه بس اللي أنا مش متفهمه إن أنا أعمل فيلم ولاقي وأنا مش متخيل خالص ولا الرقابة الرفضة أو ألاقي إن في محامي بيرفع عليها أصدرق أديان بتاخد وقت تأدي إيه في الكتابة اللي فيها 7, 8, 9, 10 أشخاص دول عشان أبقى صريح جدا والناس مش تتصدقني المعدل بتاعي من 15 إلى 10 سنين في الفيلم بس هو طبعا أنا مش بقى عشان يعديك على كل ده طبعا أنا الفيلم بيجي يعني معظم الأفلام اللي دوقتي بكتبها مثلا وشغال عليها هي أفكار كتا عندي من 10 سنين بتقعد بقى تتخمر أسيبها شوية وارجع لها لحد ما توصل لمرحلة أنها جاهزة أن أنا أكتبها يعني برا من منهج ده لسه نزل أنا الفيكة دي أول مرة جات لي كانت 2010 فأنا أتكلم من 12 سنة من 2010 لحد 2012 إيه اللي بيحصل أكتبها مرة وأسيبها وبعد كده أقول لا أمش هتنفى وبعدين أقول مش ملأمة وبعد كده أرجع لها تاني وهكذا فالفيلم بياخد وقت طويل جدا عشان يوصل لمرحلة النواة وعشاشة طيب أنا عايثة كمان هقولك حاجة بصراحة موراق الطبيعة عمل رائع وعجب ناس كتير بس هل ده هروب من موضوعات اجتماعية في زمن إحنا عندنا زمن صعب وعندنا موروث وحاجات طرقت علينا كتير وخلينا من غير ما نتكسف حاجات كتير في المجتمع بإخلاقه حاجات كتير اتغيرت وكتير إحنا بنضاق منها وكتير بنواجها أما روح لموضوعات زي من وراء الطبيعة أنا ببعد بقى وراي احتماغي لأنه مش عارف أحل الخناءة المجتمعية دي لا مش كده ولا أنا عايز النوعية الفنية ودماغي عايزة تروح لل لا هو هو ببساطة هقولها لك إزاي أنا كإنسان ممكن أبقى فيه وقت عايز أكل فيه واجبة تقيلة جدا وفيه وقت عايز أكل فكهة وفيه وقت عايز أكل شوكولاتوية يعني فيه فيه أنا عندي أزواق مختلفة أنا موراق الطبيعة ده مشروعي من وانا طفل لأن أنا أقت أول كتاب قريته برا كتاب المدرسة كان قصص موراق الطبيعة وبحبه من وانا طفل وحبيت أن طول عمي نفسي عن مشروع ده بالطفل اللي جواهي اللي كان بيقرأ موراق الطبيعة وهو صغير بالليل ومش عايز يدفي النور وعايز يقرأ آخر يخلص الكتاب قبل ما ينام فأنا جوايا سوفت سبوت أو حتة جوايا نقطة ضعف كده بحب الموراق الطبيعة جدا وحتى لما جيت أعملها بعد ما كبرت حاولت على قد ما أقدر ما تباش مجرد رعب أنا أو غموض أو تشويق فيها تطهير للنفس أكتر فيها أفكار فلسفية فيها أفكار مجتمعية شوية هل الناس بتؤمن بالخرافة بدون فكر هل الناس بس ما بتدعيش أن المسلسل عميق يعني بس قصدي أن المسلسل بيمثلني ويمثل زوئي من وانا طفلة لحد ما كبرت وحتى شخصية رفعة تسمعين نفسها بطل المسلسل لما جينا نكتب المسلسل حاولت على قد ما أقدر أتماهى معها وحط فيها حاجات مني مش بس من بطل الروايات علشان أحسني أنا بعمل حاجات ومثلني برضو بس هو مرة طبيعة مشروع بحبه وعايز أكد أنه في مشاريع غراضها المتعة أهم حاجة سحنا أنت تمتع الناس أنا للأسف وقتي أنت عارف يعني خلاص قدامي 30 ثانية أنا هستأذنهم فيهم 30 ثانية سريعة ترد على كل حاجة سريعة يلا رتب لي أهم موسلينك في مشوار أفلامك أهم موسلينك اشتغلت معهم؟ أه اختر لي تلاتة بس أهمهم أهمهم هند صابري مجدك دواني أحمل ملك فيلم عايز تشيره من التاريخ مش هقدر أقول اسم فيلم أنا عملت ما بحبهش طويل؟ طويل أه نجم مشهور؟ مش هقدر بقى أقول أكتبك أنا عرفته النجوم حسيت أن أنت بصمتك قدمتهم بشكل جديد مين؟ اخترت مين؟ أحمد داش ظهر معي بحب اللي أحمد داش عامله معي وبحب آسر وأروجه ده مقداش قولي أن أنا أثرت في حياتهم بس أقدر قولي أن أنا مبسوط قوي باللي طلع منهم وإحنا شغالين مع بعض يعني مروان حامد مخرج أنا بتعلم منه شريف عرف برضو بتعلم منه وليه فضل كبير جدا عليا مين الممثلة اللي تشبه جيلك؟ تشبه أفلامك؟ نجمة للأسف أنا منحز لهند صبري فأقول لهند صبري مين الفنان اللي عايز تتعامل معاه ومش عارف؟ ما جاتش فرصة بس أنا بحب والله فعلا فعلا معظمهم بس يمكن كميما عبد العزيز من الناس اللي كان نفسي أشتغل معها قبل المنصات طموحة ونفسي نفسي نفسي تتعرف تنفس عالميا كمان المصات اللي بتاخدنا إلى موراق الطبيعة بتغير المجتمع وتغير حياتنا وأخلاقنا بتعمل فيها إيه؟ أنا ده نقاش طويل فما ينفعش أجواب عليه في 30 سنة لو ما كنتش عمر سلامة كنت تحب تكون مين؟ كنت أحب أكون مين؟ لا ما حدش خالص أحب أكون عمر سلامة برضو المخرج؟ لا بكل الكويس ووحش عمر سلامة الممثل كم في المية ياخد؟ صفر في المية صفر؟ آه لا ليه؟ ممكن نزيل أكثر منك شكرا تجربتك النهاردة مع التلفزيون المصري؟ لا أنا فخور ومبهور جدا في بجد بدون زرة مبالغة أنا متفاجئ ومبهور جدا مخرج عمر سلامة كنت برا المنهج ولا مؤخذة نورتنا التاسعة مسي جدا شكرا مشاهدينا يعني انتهت الحلقة هي عمر سلامة ما ينفعش يكون معاه حوار تقليدي لازم يكون الحوار بهذا الشكل يكون طايع يكون زي النهاردة يكون لمؤخذة يكون بيعمل زي ما هيعمل ما وراء الطبيعة بيمبو صح؟ ده الجزء الجديد يكون ما يكون نورتنا النهاردة في التاسعة أشكركم غدا اللقاء جديد مع زميلة العزيدة دينة عبد الكريم في التاسعة اليوم الجمعة أما أنا ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله تسبحوا على ألف خير موسيقى 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 موسيقى